الفيزياء علم قد يراه كثيرون ممتعا ومثيرا للاهتمام. بينما يراه اخرون كابوسا مرعبا وقوانينه طلاصم يصعب فهمها. لكن هل تعلم ان هناك حيوانات تفهم هذه القوانين وتطبقها وتمارسها في حياتها اليومية? اليك التفاصيل. في كتابه فوريلوجيك the physics of animal life. اوضح الكاتب والفيزيائي ماتين دوراني ان الحيوانات في انحاء العالم وبجميع انواعها تمارس افعالا تدل بما لا يدعو مجالا للشك انها تفهم قوانين الفيزياء والية عمل الطبيعة والكون. واليكم امثلة على ذلك. بينما يلجأ لعب كرة القدم اثناء تنفيذه ركلة للرجوع للوراء عدة خطوات قبل ان يركض مسرعا تجاه الكرة ويركلها في اتجاه المرمى لانه يعلم ان تلك الخطوات تعد بمثابة شحن لقوة دفع الكرة. ومن المعلوم ان قوة الدفع هي احد قوانين الفيزياء وان اللاعب يمتلك عقلا يسمح له بفهم قوانين الفيزياء ويدرك وزن الاجسام المشاركة في الدفع وسرعتها فيتنبأ بدقة شديدة انه كلما رجع اكثر زادت قوة ركله للكرة. لكن هل فكر هذا الماعز الصغير بطريقة نفسها? وهو يتراجع الى الخلف قبل ان يركل الكرة? وهل كان يطبق قانون قوة الدفع وهو ينفذ حركة اللاعب نفسها? الاحتكاك يولد الحرارة. في كندا يعيش نوع من الافاعي تحت الارض في فصل الشتاء وذلك بسبب الطقس شديد البرودة. لكن في فترة ذوبان الثلوج تمدأ هذه الثعابين في البحث عن الدفع وتلجأ في ذلك لحيلة تستخدم فيها قانون الفيزياء الذي يوضح ان الاحتكاك يولد الحرارة. اذ يغطي الذكر جسمه بالسائل الجنسي لانثى الافاعي. كي يخدع الذكور التي تنجذب للسائل لتحتك بجسده فيحصل على الدفع الذي يبحث عنه. وهذه الحيلة يطلق عليها وهي منتشرة كثيرا لدى بعض الحيوانات التي تلجأ لسرقة الحرارة الجسدية من الحيوانات الاخرى. الاحتكاك يصدر صوتا. عندما تشرب من علبة معتمة لا تظهر كمية العصير المتبقية في نهايتها. فانت بحركة تلقائية تماما تهز العلبة لتسمع اذا كان هناك المزيد من السائل في اسفلها. لانك كانسان تعرف ان احتكاك السائل بالعلبة يصدر صوتا. وكلما كانت الحركة اقوى كلما كان الصوت اعلى. لكن هل تقتصر هذه الحركة على البشر وحدهم? لا. ففي دراسة اجريت باليابان عام الفين وستة عشر اكد العلماء ان القطط تفهم قوائل الفيزياء ومن ضمنها المثال السابق. اذ اثبتت الدراسة التي اجريت على ثلاثين قطط منزلية ان القطط تستطيع ومن خلال الصوت فقط تحديد اذا كانت الحاوية البلاستيكية السوداء فارغة ام ممتلئة. قانون الحركة الاهتزازية. اكتشف علماء الحيوان ان بعض الدبابة والفئران والكلاب ايضا تدرك فطريا قانون الحركة الاهتزازية وتستخدمه لتجفيف اجسامها. اذ تهتز اجسادها هزات انتظامية وفق فترات زمانية محددة لتجفيفها من الماء. وهي الحركة نفسها التي نلجأ اليها كبشر بعد السباحة او الاستحمام لتجفيف شعرنا. بمراقبة الحيوانات وحركاتها سنجد الكثير من الافعال الاخرى التي تلجأ اليها والتي ليس لها تفسير سوى ادراكها الفطري للقوانين التي تحكم الطبيعة. لان فهم تلك القوانين هو وسيلتها الاولى والاهم للبقاء. ويمكننا ان نضع هذه التصرفات جميعا في خانة ظاهرة يطلق عليها حدس الفيزياء. فهل لديك امثلة اخرى على فهم الحيوانات للفيزياء?